مجمل الأوضاع الميدانية في عدد من المناطق الأوكرانية مع عبدالله أبو هلالة مرسلنا في كييف وأيضا من موسكو مرسلة سكاي نيوز عربية أريج محمد أبدأ معك أولا عبدالله أبو هلالة هناك خطر متزايد من جبهة تفتح على الحدود البلاروسية بالإضافة إلى تحديات أخرى عسكرية كيف تستطيع أوكرانيا توزيع جهدها العسكري على كل هذه المناطق نعم فضيلة في الواقع قبل قليل كان هناك تصريحات لهيئة أركان الجيش الأوكراني تحدثت فيها عن وجود تقارير مؤكدة تشير إلى تزايد الحشود العسكرية الروسية في بلاروسيا وبالتحديد في مطارات بلاروسيا لكنها تستبعد في الوقت الراهن أن تقوم القوات الروسية والبلاروسية بفتح جبهة جديدة في المنطقة الشمالية لكن حسب هيئة أركان الجيش حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات لذلك لكن قالت هيئة أركان الجيش أن الخطر ما زال قائما طبعا في حال قررت القوات الروسية أو البلاروسيين قيام أو فتح أي جبهة جديدة هي تأتي في إطار محاولة القوات الروسية لقطع خطوط الإمداد العسكري التي تقوم الدول الغربية أوروبا بتحديدا والولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بأسلحة عسكرية في الواقع أحدثت فارقا في جبهات القتال على حد اعتراف طبعا وزارة الدفاع الأوكرانية ليس بعيدا عن الجبهة الشمالية دعينا نتحدث عن الجبهة الجنوبية اليوم كان هناك قصف متجدد لجسر أنتونوفلسكي بالأمس ليلا استادفته القوات الأوكرانية بعدد من صواريخ خايمرز بعد أن قالت أنها رصدت تعزيزات عسكرية روسية تدخل إلى تلك المنطقة لتأمين جبهة خيرسون المعارك مشتائرة لكن وفقا لمستشار الرئيس الأوكراني إليكسي قال أن الجبهة تشهد نوعا من أنواع بطع عمليات التقدم تقدم القوات الأوكرانية خاصة في ظل قيام القوات الروسية الموالية لها في تلك المنطقة من حفر الخنادق وتلغيم الطرق إضافة إلى استخدام قنوات الرأي المائي لمنع وإعاقة تقدم القوات الأوكرانية ننتقل إلى أريج محمد في موسكو والحديث دائما عن الطائرات المسيرة التي تستهدف بعض المواقع المتعلقة بشبكات الكهرباء فضيلة نعم هناك حديث عن استقدام روسيا النشط لهذا النوع من الأسلحة الطائرات المسيرة لكن روسيا بخلاف الاتهامات الغربية الموجهة ضدها باللجوء إلى التكنولوجيا الإيرانية في هذا الخصوص تقول أنها لا تحتاج إلى مثل هذا الدعم وهذه المساعدة خصوصا أنها تمتلك وتعتبر نفسها بالأحرى روسيا رائدة أيضا في هذا المجال وربما تعتبر نفسها من الدول التي قد تساعد إيران في هذا المجال في حال إذا ما طبعا طلبت إيران من روسيا ذلك في إطار التعاون العسكري التقني بين البلدين الذي تتطلع موسكو إلى أن لا يخالف طبعا قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالملف النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على هذا البلد في هذا الشأن روسيا تدأب في الأوين الأخيرة فضيلة على إظهار التكنولوجيا التي تمتلكها في هذا المجال عبر نشر مقاطع مصورة عبر وزارة الدفاع الروسية أو عبر طبعا قنوات رديفة من هذه الهيئة وهذه الوزارة تنشر فيها الطائرات المسيرة الروسية التي تستخدمها في استهداف مرافق أوكرانية حيوية تعتبرها على صلة بالعملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا بالعمليات العسكرية الأوكرانية التي تستهدف مواقع الجيش الروسي والقوات الرديفة بالإضافة طبعا إلى مرافق الطاقة التي طبعا أيضا تعتبر أنها على ارتباط بسير هذه العملية وأيضا على ارتباط بما تقوم به أوكرانيا منذ فترة سبقت حتى مستجدات والتطورات الراهنة الأخيرة والتصايد الروسي الأخير فيما يتعلق باستهداف الأراضي الروسية أشكرك أريج محمد في موسكو وأشكر أيضا مراسلنا في كييف عبدالله أبو هلالة